تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة من رئيس الاتحادي لجمهورية النمسا ليكسندر فان ديبرلين بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثي للجمهورية اليمنية الثاني والعشرين من مايو وعبر رئيس النمسا في برقيته عن خالص التهاني لفخامته وللشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني وعن أمله في أن تشهد علاقات البلدين مزيدا من التقدم والتطور على مر السنين